السلام عليكم اخواتين تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنجد مع بعديتنا واحد الاكلة الشرقية اللي هي المقلوبة بالتنجل تجي واحد طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية تمنى اتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها ستجي رائعة لبننا سنجدوا المقادر وطريقة تحضير اللي سهلة بزاف وهنا اخواتي عندي ثلاثة ديالة تنجالات قطعتهم شكل طولي ورشيتهم بالملح وخليتهم واحد ساعة حتى تطلق هذا الماء باش مسحتهم اللي باش قليتهم في الزيت باش ما يشربش لنا الدنجال ديالنا الماء هذا الطريقة ما كيشربش الزيت نهائيا عندي واحد البصلة قطعتها طريفات شوية مع القضية للزبدة وعندي هنا اللحم المفروم او الكفتة هتاخذوا الكمية اللي بغيتون عندي واحد لذات الكسان ديال الروز بس ما تي اولا اي روز عندكم عندي شوية الملح شوية الخرقوم بلدي شوية الكوري شوية البزار وشوية ديال اه القرفة وعندي هنا واحد جوجة ماتيشات قطعتهم دوائر ودرتهم في المون اللي غادي ندخل وهنا اخواتي عندنا ذاك البصل بصلة واحدة مع معلقة زبدة هادي نشحرهم هكا هادي نخليهم في المقلة كي تشحرهم مزيان حتى تهبط لنا هذيك البصلة ديالنا وعلى هاد الشكل وهنا يا المقلة ديالنا اللي البصل كتشحر في نفس الوقت خدي تكاسرهم ندرت فيها الروز ديالنا مع شوية الملح ودرت معهم شوية ديال السوستومات سافي غادي نخلي والروز ديالنا كي تسلق هانيا غادي نزيدوا الكفتة ديالنا او اللحم المفروم غادي نضيفوها على البصلة من بعد ما تشحرت لينا غادي نبقوا على هاد الطريقة غادي نبقا نشحر في الكفتة ديالنا او اللحم المفروم على هادطريقة كيف تشوفوا معايا من بعد غادي نضيف العطرية ديالنا اللي فيها لبزار واحد نص معلقات الصغيرة ديالش واحد معلقة صغيرة ديال القرفة ركا تعطي واحد المادقة رائع والكوري حتى هي واحد معلقة صغيرة ديال كوري وغادي نزيد شوية ديال الخرقم بلدي واحد نصف ملعة قصة صغيرة للخرقم بلدي وغادي نضيف الملح هدي هي العطرية ديال هاد الوصفة ديالنا ركا تجي رائعة ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تحكمو صافي اخواتي هنبقى على هاد الطريقة هادي انا كنحرك في الكفتة ديالنا حتى كالطيب رغمك تاخدش لنا وقت بزافرة في ساعة كالطيب وكتوجد معانا الحشو ديالنا وهنا يا اخواتي اخديت المل فاش فرشت في دوك جوج ما تيشات دوائر والمل دهنتو بشوية الزيت باش ما يتلسقش معانا كتاخدوا اي مل بغيتو اللي كيتحالوا او لا اي حاجة عندكم ممكن تقضيوا بها وهنا يا كيف واضح في الصورة كان ناخد دنجال وكان بقى نستفع له هاد الطريقة هادي هادي نبقى نستفع له هاد طريقة حتى كنسالي هاد الدنجال ديالنا ومن بعد غادي نضيفو الحشو وهنا يا من بعد ما ساليت هادك الدنجال استفتوه له هاد طريقة في المول ديالنا هالحشو ديالنا طائبة بقى سخونة ماشي مشكل غادي نعمار بها غادي ندير طبقة ديال الكفتة او اللحم المفروم واحدة رائحة كي يعطي رائعة سافي غادي نبقى نستفع طبقة من هاد اللحم المفروم او للكفتة ديالنا كي يجي على هاته وهنا ياخذت الروز من بعد ما تسلق لنا سفيتو هادي نزيدو فوق الحشو ديالنا كتبقة اخيرة وغادي نبقى نقد في المول ديالنا هادا الروز هادا كيف واضح في الصورة وهنا يكملت الروز كتبقة اخيرة خديت شوية ديال الزبدة رشيتها من فوق الروز وغادي نبقى اللوي هادا كدنجال ديالنا وغادي ندخلو الفورن واحد عشرة ديال دقائق ومن بعد ما دست عشرة دقائق خرجت المول ديالنا من الفران وغادي نقدمو دابا معاكم كيف كتلاحظو في الصورة غادي تشد معنا شوية ماتيشا مماشي مشكل وهنا اخواتي من بعد ما استفنا هادا كماتيشا اللي سقط لنا في المول شديتها ودورتها من الفوق زوقتو عندي هنا شوية ديال البيستاش اه باش نزوق من الفوق ممكن اي مكسرات عندكم ممكن تزوقوا به راكي جي رائعين جدا انا عندي البيستاش زوقت بالبيستاش ممكن الى عندكم اللوز الى ما عندكمش ممكن تكتفيوا فقط تزوقوا بشوية ديال الربيع مع دنوس قزبور اي حاجة عندكم ممكن تدروها كاضافة في الاخير كتجي رائعة نتمنى ان شاء الله الوصفة اليوم اتعجبكم مرة هكا تجي رائعة جربوها وما كدت تخرج بزاف ديال الوقت في ساعة توجد معاكم نبدله شوية هكا تجي ابنينا بزاف ونخليكم على خير وفي امان الله والسلام عليكم